وعود إلى الخبر الأبرز في نشراتنا حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت وعددين من المسؤولين للاطلاع على تطوير مشروع شبكة حكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة وفي اجتماعا آخر مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وجه الرئيس سيسي بمواصلة تنمية قطاع الاتصالات ومساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة لدعم قدرات تدول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين كما اطلع سيادته على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول إلى جانب تطوير بنية الانترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة كما اجتمع السيد الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي تهدف لدعم الأداء الحكومية من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية فضلا عن جهود النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية بالإضافة إلى مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية بهدف الاستفادة من المميزات التنافسية للمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية وبكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر لسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريا وماديا بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي اشتركوا في القناة